السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار نهائي مادة الرياضات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444 هجريا ونبدأ بالسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة واحد أوجد مساحة الشكل المركب أمامنا هذا الشكل له فمساحة هذا الشكل تساوي 252 سنتيمتر مربع عدد أوجه هذا المجسم وكما نرى هذا الشكل الهرمي وعدد الأوجه له خمسة أوجه ثلاثة أوجد مساحة المنطقة المضللة هذه المنطقة المضللة طول هذا الضلع 9 وطول الضلع 15 كامل فاعتبر هنا لدينا 6 سنتي طول هذا الضلع وطول هذا الضلع 6 سنتي وطول هذا الضلع 10 سنتيمتر فنجد أن مساحة هذا الشكل أو هذه المنطقة المضللة هو 48 سنتيمتر مربع أربعة مجسم قاعدتاه دائرتان متطابقتان متوازيتان فهذا الشكل هو الشكل الأسطوانة الأسطوانة لها قاعدتان على شكل دائرة أو على شكل دائرتان متطابقتان السؤال الخامس أوجد حجم المنشور هذا المنشور لدينا ارتفاعه ستة أقدام ولدينا ثلاثة أقدام طول واثنان قدم عرض فنقوم بضرب الطول في العرض في الارتفاع فيكون حجم هذا المنشور ستة وثلاثون قدم مكعم السؤال السادس تبسيط العبارة سبعة نون جمع خمسة ناقص ناقص سبعة نون يساوي خمسة تبسيط هذه العبارة يساوي خمسة فنون تحزف مع نون وسبعة جمع خمسة يساوي اثنى عشر ضرح سبعة يساوي خمسة في النهاية السؤال السابع المساحة الجانبية لهذا المنشور لدينا اطوال اضلاعه الضول والعرض والارتفاع فمساحة هذا المنشور الجانبية تساوي اربعة وستون سنتيمتر مربع ثمانية يجب ان يكون عمرك اكبر من سمانية عشر سنة حتى تقود السيارة فالعبارة التي تعبر عن ذلك هي عين اكبر من سمانية عشر السؤال التاسع العبارة التي تكافئ ثلاثة ضرب صاد ناقص عشر هي ثلاثة صاد ناقص ثلاثون عند ضرب ثلاثة في صاد يساوي ثلاثة صاد ضرح ثلاثة في عشر بثلاثون اذا العبارة التي تكافئها ثلاثة صاد ضرح ثلاثون السؤال العاشر حل المعادلة ثلاثة سين جمع اثنان يساوي عشرون إذن قيمة سين هنا قيمة سين في هذه المسألة تساوي 6 فسلازة ضرب 6 يساوي 18 جمع 2 يساوي 20 إذن قيمة سين هو 6 أسأل الحدي عشر حل المعادلة 8 ألف تساوي 5 ألف جمع 21 فقيمة ألف هنا تساوي 7 قيمة ألف تساوي 7 في هذه المعادلة فتمنى في 7 تساوي 56 و56 تساوي 5 في 7 ب35 35 جمع 21 فيكون الناتج هو 56 أسأل الثاني عشر أكبر من ثلاثة أمثال عدد بمقدار 1 يساوي 7 العبارة أو المعادلة التي تعبر عن ذلك ثلاثة أمثال عدد إذن لدينا ثلاثة والعدد نرمز له بسين بمقدار 1 يساوي 7 إذن العبارة التي تعبر عن ذلك هي العبارة جيم 3 سين جمع 1 تساوي 7 أسأل الثالث عشر قيمة دال أو قيمة الدال 6 إذا كان دال في سين يساوي 2 سين ضرح 8 فقيمة دال هنا تساوي 4 قيمة دال تساوي 4 هنا أسأل الرابع عشر يتسع خزان الوقود لستين لترا على الأكثر على الأكثر فنقول لام أصغر من أو يساوي 60 أسأل الخمس عشر عبارة الحد النوني للمتتابعة الحسابية سالب 2 وثالب 4 وثالب 6 وثالب 8 هي سالب 2 نون هذه عبارة الحد النوني للمتتابعة أسأل السادس عشر حل المتبينة سين ضرح 4 أصغر من ثمانية إذن سين تساوي 12 أسأل السابع عشر الحدود الثلاثية التالية بالمتتابعة الحسابية إثنان وستة وعشرة فالحدود الثلاثية هنا هي أربعة عشر وثمانية عشر وإثنان وعشرون السؤال الثامن عشر ميل المستقيم المار بالنقطتين أربعة وواحد وستة وخمسة هو إثنان ميل هذا المستقيم إثنان السؤال التسع عشر المتبينة نون جمع ستة أكبر من أربعة عشر صحيحة عندما تكون نون تساوي تسعة عندها تكون هذه المتبينة صحيحة إذا كانت نون تساوي تسعة فنون وهي تسعة جمع ستة يساوي خمسة عشر أكبر من أربعة عشر عندها تكون العبارة صحيحة السؤال العشرون يبيع محل خضار ستة برتقالات بإثنى عشر ريالا فما ثمان عشر برتقالات ثمان عشر برتقالات عشرون ريالا لأننا سوف نقوم بقسمة ستة برتقالات بإثنى عشر إثنى عشر قسمة ستة يساوي إثنان إذا قيمة البرتقالة الواحدة هي ريالان نضرب ريالان ضرب عشرة برتقالات فيكون المجموع عشرون ريالا السؤال الثاني ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة الخطئة حجم المخروط يساوي ثلث حجم الإسطوانة هذه عبارة صحيحة إثنان أساس المتتابعة الحسابية أربعة عشر وإثنى عشر وعشرة هو إثنان هذه عبارة خاطئة الخاصية في العبارة ثلاثة ضرب ألف زائد ستة يساوي ثلاثة ألف جمع تمنداشر هي خاصية التوذيع هذه عبارة صحيحة أربعة عند ضرب أو قسم الطرفي المتبينة في عدد موجب فإن إشارة المتبينة تتغير حتى تبقى صحيحة هذه عبارة خاطئة خمسة في العبارة الجبرية خمسة نون ضرح اثنان نون ضرح ثلاثة جمع نون الثوابت سالب ثلاثة هذه عبارة صحيحة أسأل الثالث ضع الرقم العبارة رقم العبارة من العمود آلف أمام العبارة التي تناسبها من العمود با فمجال الدالة ما هو مجال الدالة؟ هو مجموع قيم المدخلات إذن هنا خمسة مجال الدالة هو مجموع قيم المدخلات لا يتقاطعان أبدا مهما انتدى هذين هم المستقيمين المتوازيين فهنا أربعة لا يتقاطعان ولا يقعان في المستوى نفسه هذان المستقيمان المتخالفان ثلاثة الدالة الخطية تمثل حلولها بيانيا أو تمثل حلولها بيانيا بخط مستقيم هذه إثنان الهرم والهرم مجسم قاعدته الوحيدة مضلع وأوجهه مثلسات هذا هو تعريف الهرم هكذا أعزائي نكون قد أنهينا حل هذا الاختبار مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثالث ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في اختبار آخر لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر